أنا عايز ستعلم فاروق برضو محمود على التشكيل يعني محمود رأيك في التشكيل يكون كده ولا شايف أنه يبقى أنا شايف أنه ما فيش اختلاف في مبيل التشكيل ده والتشكيل يعني بتاع جيمي بس أنا المكان اللي هيلعب فيه حسين الشحات أعتقد أن حسين الشحات ممكن يروح هو مكان بيرسي تاو ولعب طهر على الناحية الشمال ده أنا بالنسبة لي دي الأقرب وفي نص الملعب لو السلية جاهز أعتقد أنه هو هيلعبه مع طبعا إمام عشور ولكن الباقي كله ما أعتقدش أنا بفيه أي تغيرات هيبس القصة هل هتسيب حسين الشحات في الحطة المتقلق فيها بقاله سنة ونص على الوينج الشمال ولا هتوديه ناحية تانا بيرسي هيلعب على الشمال ولعب طهر على اليمين آه أنا ميالي دي أكتر أنا مش لازم تغير لتنين يعني بيسيبوا أحد بس أدام أنت خسران حسين وخسران سوري خسران بيرسي تاو متكسرش كمان حسين اللي متعود بقاله في أطريقنا حسين ده ممكن لازم الجناح اليمين هو عنصر مهم جدا جدا في مطش شباب بلزداد ليه؟ لأنه عندهم الظاهير الأيصر وقلب الدفاع حداد عندهم مشكلة كبيرة جدا في الحطة اللي ما بينهم الهافز بيست ما بينهم دايما متقدم الظاهير الأيصر وبيرجع متأخر ولو شفنا الحالات بعد كده هنشوف الأهداف اللي جات فيه نيب الحالات يا شباب نيب الحالات لو شفنا الأهداف كمان اللي جات في آخر مباراة خسرها شباب بلزداد وشباب بلزداد للعلم هو عشر مطشات مخسرش غير مباراة واحدة من ساعة آخر مباراة ضد النادي الأهلي لعب عشر مطشات النادي الأهلي لعب خمسة بس وإحنا عارفين طبعا الدورة الجزائر درجة موقفش موقفش الجزائر خرجت يوم 24 دي المباراة بص نرجع تاني بقى اللقطة دي مهمة نرجع تاني من أولها هتلاعب عرضية هنا بص حداد كارثة وهم دافع كارثة وسبب انفرادين في مواطش بورج العرب هنا بيقلش بص بقى تحركه بص نقف هنا تحرك الراجل خرج من مركزه تماما وسب المساحة ما بينه وبين الظاهير بص اللعب هنا هوش نكمل نكمل هتلاقي تحرك في المساحة اللي ورا حداد وراح الراجل لوحده خالص وسجل الهدف الأول في نفس المباراة دي الهدف التاني بيجي من نفس المساحة بنفس الغلطة برضو الوينجل يمين حداد بيخرج هنا ويبقى فيه مساحة كبيرة بيجي الراجل الظاهير الأيصر متأخر فبيجي اللاعب برضو في نفس المساحة وبيقدر يسجل وكان فيه حتى كورة لبيرسيتاو انفراد تام في مواطش بورج العرب بنفس الطريقة المساحة اللي ما بين القلب الدفاع والظاهير الأيصر فمهم جدا النادي الاهلي يركز على الجناح اليمين انه هو يبقى متواجد دايما وعنده التوقع انه هيلاء المساحة وهيلاء المساحة التي تحرك فيها عشان كده غياب بيرسيتاو في المواطش ده تحديدا هيبقى مؤثر جدا ولازم يفكر كولر في حل للجناح اليمين عشان كده انا مع شاكر ان حسين الشحاتة هيبقى أخطر بشكل كبير في المساحة دي عظيم محمود اكيد فيه نقاط ضعف عن شباب بلوزداد المفروض الآله يكون بيتعامل معها مش من دلوعة من زمان يعني انه يستغل لها في مباراة يوم الجمعة اللي جاي ايه أبرز النقاط هو قصة كلها ان الشباب بلوزداد هو فريق بيعتمد بشكل كبير على العرضيات وانه هو دايما بيجمع اللعب على طرف من الأطراف خصوصا الطرف اليمين اللي بيبقى فيه متقلق بشكل كبير لعيب اسمه عبد الرحمن المزيان والعيب ده لازم النادي الأقل ياخد منه لعيب رقم 11 هو أخطر لعب موجود في شباب بلوزداد والفرقة كلها أيمة عليه وفيه بقى الباكرايت اللي بيلعب معه على طول وبيزيد معه اسمه بالختير لعيب رقم 22 الرجل ده على طول أول ما شاب بلوزداد بيمسي الكرة الرجل ده بيطير وبيسيب على طول يعني هما الأربع اللي وراء الرجل ده بيطير والتلاتة بيفضل وما بيزيدوش زي ما هو هو بس الرجل رقم 22 تعاوز أريك لقتتين أريك الرجل ده قد إيه في النقاط الضعف بتاعة شباب بلوزداد الرجل ده دايما أول ما شباب بلوزداد بيبدأ يمسك كرة ويطلع بكرة هتلاقي عنده مشاكل كتيرة جدا لو معانا رحلات بتاعة نقاط الضعف القصة كلها إن رجل ده دايما بيطير هنبعى عارفين إن شباب بلوزداد بنسبة كبيرة هيبقى عنده اندفاع كبير مستغلا طبعا الأجواء اللي بتبقى قوية جدا في الجزائر أو أجواء اللي بموجودة عند شمال أفريقيا فالراجل ده هيسيب مساحات كبيرة جدا جدا موجودة في ظهر زي ما بقولك هنا ده في مباراة يونج أفريكنز ومباراة شباب بلوزداد أول مباراة في المجموعة عشان الناس تبقى واضح معانا دي المباراة الوحيدة لشباب بلوزداد كسبها لحد دلوقتي هنا شباب بلوزداد هيحاول يطلع بكرة بص على اللعيب اللي تحت الخانة بتاعت هو ده اللعيب أو لا كريم بالاخترر هو رقم 22 نكمل الحلقة للصورة اللي بعدها على طول هيدغط يونج أفريكنز الراجل على طول أول ما هو ما استلم كرة عاوزين يطلعها هتلاقي راجل عاوز يزيد فأول ما كرة تقطع كريم نكمل كرة على طول لا ده بالاخترر أول ما الكرة تقطع منه زي ما انتا شايف الراجل على طول سايب مكانه نكمل الفريم اللي بعده الراجل هيقوم جاي ممكن مبساطة شديدة انه يطلع كان رقم 6 ولكن الراجل اختار نكمل الفريم اللي بعده الراجل اختار انه هو يسدد الكرة وطلعت بره وليه كرة كمان لقطة كمان برضه كانت في نفس المباراة موجودة نفس الكلام برضه ان هنا بالزبط دي كانت هجمة مرتدة احنا جبناها من بره من الآخر شوية زي ما انتا شايف الراجل برضه متأخر بشكل كبير جدا في التخطيل انه هو على طول بيقوم بالأدوار الهجومية زي ما انتا شايف الراجل بتاع يونج أفريكنز الراجل لسه وعبالا ما يرجع الراجل لوحده نكمل الفريم اللي بعده اول من الراجل هيستلم مفروض كان يرفع له بس مهارة لعبة يونج أفريكنز ما كانتش بالقوة المطلوبة الراجل عمل حل غريب جدا بتاع يونج أفريكنز صلاح برا والراجل بعد ما كرة راحت للاعيب يونج أفريكنز الراجل على طول ريالك في الحالات الهجومية الراجل ده على طول زايد مع عبد الرحمن الميزان بيعمل معه دبل باس حاجة كده شبيع العالي معلول شوية وشبيع اللي هيعطيته الله راجل على طول بيزيد لان احنا قبل ما اقول لك قبل ما اينفي الكلام شباب بلوزداد زيه زي اي فريق في الشمال افريقيا بيستغلب نقطة نقطة قوته كلها في العرضيات والكسافة العددية ولعب الكور العالية في آآ مطقة الجزيرة عاصمة محمد جمال هيقول لنا بقى الاهلي هيكسب شباب بلوزداد طبعا طبعا